يعود الحديث عن الدور الإيراني في معركة طوفان الأقصى ليتصدر عنوان المشهد من جديد بعد نفي المرشد الأعلى الإيراني علي خامينأي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل وعدم علمهم بتفاصيل المعركة وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة أن خامينأي وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما التقيا في طهران في أوائل الشهر الجاري قائلا إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عن حماس الوكالة نقلت عن مسؤولين مطلعين على المناقشات من إيران وحماس أن خامينأي قال لإسماعيل هنية حينها إن إيران ستواصل تقديم دعمها السياسية والمعنوية للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر وأن خامينأي طلب من هنية إسكات الأصوات داخل حماس التي تطالب إيران وحزب الله بالانضمام إلى الحرب في قطاع غزة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله كان قد أطل في وقت سابق بخطاب أكد فيه أن قرار عملية إطلاق طفان الأقصى كان فلسطينيا بنسبة مئة في المئة وأن أصحابه أخفوه عن الجميع محملا حماس مسؤولية القرار بالكامل وهو ما أكدته المصادر لرويترز التي أشارت إلى أن ما يقوم به الحزب عبارة عن إرهاق القوات الإسرائيلية دون الإنخراط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل لتجنب التدخل الأمريكي خطاب نصر الله حينها لم يكن يحمل أي معاني سياسية أو ميدانية وإنما جاء لذر الرماد في العيون وتأكيد تنصل الحزب ومن خلفه إيران من أي خطوات لاحقة قد تحملهم أي وزراء المظلومين للشهداء ترجمة نانسي قنقر